أعلنت محافظة سهاج عن حصوله على المركز الأول في تنفيذ أعمال المشروع القومي لتطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى يشمل هذا المشروع القومي مشروع الإسكان والذي يتم إنشاؤه بسهاج على مساحة 14 فداناً و 80% جرت بالأعمال هذا ولم يتبقى سوى أعمال تمهيد الطرق والتشريبات الخارجية ويشمل المشروع إنشاء 1272 وحدة سكنية بواقع ألف وثمانية وحدات سكنية للإسكان الاجتماعي و 264 وحدة إسكان استثماري مشروع هذا جاء من تطوير المناطق الغير مخططة والمناطق الغير مخططة دي كانت مناطق متكدسة بالسكان وفيها النسبة السكانية عالية وفيها ازدحام فاتجهنا إن إحنا نستغل المناطق الغير الأراضي الفضاء الغير مستغلة في إنشاء مجمعات سكنية متطورة بخدمات متكاملة